اشتركوا في القناة النهاردة اليوم الثالث عشر في شهر رمضان الكريم هنتكلم فيه عن الاعزار التي تبيح افطار شهر رمضان طبعا في بعض الاشياء الانسان بيكون فيها معزور وده عزر شرعي وبسببه بيفطر شهر رمضان سواء اذا كان الشهر او يوم او عشر طيام ايا كان اول شيء اللي بيخليه ما يقدرش يسوم رمضان الامراض المزمنة واحيانا ممكن بتكون مثلا الحالة كبيرة في السن يعني العمر الكبير هذا الانسان لا يسمح له بالصيام وطبعا كفرت وذكرناها قبل كده من الاعزار ايضا السفر وطبعا مع اختلاف الفقهاء قالوا ان لابد ان مسافة السفر لابد ان هي تتخطى 83 كيلو الخطأ اللي كتير من الناس بتقع فيه متخيلة ان المشقة هي السبب في الافطار لا هو المسافة بمعنى ايه يعني التمانين كيلو لو انا ركب طيارة زي اللي ركب سيارة زي اللي ماشي على رجله اه المشقة ليست هي الاصل وانما المسافة يعني اللي ركب سيارة مكيفة وتخطى 83 انا بقولوش لازم يفطر لكن لو افطر ليس عليه ملامة ليس عليه اثم كتير من الناس بتخيلوا لك ده انا ركب طيارة او اه ركب سيارة ومكيفة ومش تعبان لا حرم علينا انا افطر لا لو شفت واحد قطع هذه المسافة باي وسيلة كانت هدا عزر شرعي جائز الافطار معه جائز الافطار معه عاوز تصوم ما عندناش مشاكل اللي ايه بتقولو انت صومو خيره لك اه بعد كده الاشياء التي تبيح الافطار الرضاعة في خلال شهر رمضان وطبعا في تفصيل لاهل العلم اذا كان الخوف على الام اه او الخوف على الجنين وفي تفصيل معلينة لكن الرضاعة اذا كان الطب بيقول ان فيه ازية لاحد الطرفين لا تفطر اه من الاشياء ايضا اللي هي من الممكن اللي هي اه تبيح اه الافطار في رمضان الحمل اذا كان الحمل في اه اه مشقة على الام وطبعا ديه برجوع للطبيب او الدكتور جائز لها تفطر ايوة جائز لها تفطر اتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة